أهلاً وسهلاً بكم في لقاء جديد وطلبة الصف الأول برنامج فني إنتاج محاصيل الحق النهاردة بمشيئة الله حيبى لقاءنا مختلف عن اللقاءات السابقة واختلافه في أن احنا هنراجع إن شاء الله على وحدة من وحدات المقررة علينا وبعدين بعد مراجعتنا هنتضرب مع بعض على إزاي تتقيم في هذه الوحدة ولما نتكلم على مراجعة الوحدة وتقييمها يبقى هنا أنا بنخاطب مش طلبة الصف الأول فقط لفرصة كبيرة جداً جداً لطلبة الصف الثاني والثالث لمتابعة مراجعة وحدات الفصل الدراسي الأول من الصف الأول ليه؟ لأن الوحدات كلها أنت مطالب بها كطالب في سنة ثالثة في التقييم النهائي يبقى إذن أنا دلوقتي لما بتكلم على مراجعة وحدات الفصل الدراسي الأول لسنة أولى فني إنتاج محاصيل برنامج القائم على الجدارات يبقى هنا المعني بهذا الكلام ليس الصف الأول فقط ولكنها فرصة كبيرة جداً لأبنائي وبناتي طلبة الصف الثاني والثالث من نفس البرنامج علشان خاطر يفتكر ويكون معايا على أساس تقييم النهائي إن شاء الله في سنة ثالثة لما تبقى إنت خاضع للتقييم المهمة يبقى أنت معايا ومتذكر لما تم تدريسه لك خلال السلاس سنوات النهاردة إن شاء الله هنتكلم على إزاي نقيم الوحدة وإزاي تخضع للتقييم قدام المقيم بتاعك معنى كلمة تقييم أبناء وبناتي أن أنت بيجي المدرس بتاعك بيحدد لك معاد لتقييمك وبيقول لك إحنا هنقيم تاريخ كذا وحدة كذا الوحدة بتجتمل على مخرجات والمخرج بتاع الوحدة مخرج التعلم ده هو له مجموعة من المعايير معايير الأداء هذه المعايير أو المهارات إحنا علشان نؤديها نؤديها بشكل معين سليم وبسلوك معين على حسب معايير الأداء يبقى هنا أنت طالب جدير يبقى أنا لما ديجي نتكلم على التقييم لازم أفهم يعني إيه تقييم ولازم أفهم يعني إيه معيار ولازم أفهم يعني إيه مخرج ولازم أفهم يعني إيه دليل أنت مطلوب أنك تقدمه على أساس يبقى دليل تعلم طيب أدلة التعلم المطلوبة منك في أثناء التقييم إيه؟ أقول لك أدلة التعلم متنوعة ممكن يكون عندي بطاقة مراجعة منتج ده دليل من أدلة التعلم ممكن يكون بطاقة ملحظة يبقى مطلوب منك أنك تقدم دليل تعلم عبارة عن بطاقة ملحظة أو دليل عبارة عن امتحان شفوي أو امتحان تحريري طيب هذه الأدلة كلها ممكن تجمع لمخرج واحد هقول لك ممكن يكون عندي دليل من أدلة التعلم اللي أنت بتقدمها اسمها دليل تعلم مجمع مجمع يعني بيشمل جميع معايير المخرج ولو الوحدة بتاعتي فيها مخرج أو اتنين ممكن جدا جدا يه أنت تخضع لدليل مجمع على أساس أنك أنت تكتاز هذه الوحدة وتصبح طالب جدير طيب علشان أبناء وبناتي تكتازوا الوحدات ده هي المطلوب منك إيه؟ المطلوب منك أنك أنت تعي تماما 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 معنى كلمة تقييم ومعنى كلمة معيار لأن إحنا لما بنأدي المهارة بنأديها وفقا لمعايير تعلم بشكل مقيد وصحيح ومحدد يبقى هنا لازم يكون عندك مجموعة من المعارف وإحنا كلمنا في الموضوع ده بالتفصيل هذه المعارف تؤهلك إلى أنت تؤدي أو تقوم بأداء مهارة معينة بشكل معين أو بشكل سليم وفق معايير التعلم يبقى وفق معايير الأداء يبقى هنا المهارة بتاعتك أنت ما بتؤدهاش كده وخلاص لا ده أنت هنا مقيد بأنك تؤدي المهارة باتباع سلوب معين وبشكل صحيح حتى تكتسب الجدارة المطلوبة وتصبح طالب جدير أما نيجي نتكلم على الوحدة الأولى أبنائي وبناتي لازم نستعرض معاك الوحدة الأولى اللي هي وحدة تسميد الأرض قبل الزراع طيب وحدة تسميد الأرض قبل الزراع دي فيها كم مخرج؟ فيها مخرجين اتنين نيجي نشوف كده مع بعضنا لأول مخرج من المخرجات بتاعتي أول زي ما احنا شايفين قدامنا على الشاشة لاي أن اسم الوحدة تسميد الأرض قبل الزراع تسميد الأرض قبل الزراع هذه الوحدة تشتمل على مخرجين اتنين المخرج واحد يسمد الأرض بالأسمدة العضوية مخرج اتنين يسمد الأرض بالأسمدة الكيموية طيب كل مخرج من دولك له معايير؟ أيوة طبعا كل مخرج من دول له معايير لما نيجي ناخد مخرج مخرج هو المخرج اللي هو مخرج واحد اللي هو يسمد الأرض بالأسمدة العضوية لأن احنا قلنا أن الوحدة ده هي اللي هي وحدة تسميد الأرض فيها مخرجين؟ المخرج الأولاني اللي هو يسمد الأرض بالأسمدة العضوية والمخرج الثاني اللي هو يسمد الأرض بالأسمدة الكيموية لما نيجي نستعرض معاكم أبنائنا وبناتنا لمجموعة معايير الأداء أو المهارات التي يشتمل عليها هذا المخرج هلاقي إن هما كام معيار خمس معايير تيجي تقول لي طيب هو إيه واحد ده وإيه واحد ده طيب نيجي نشوف كده هنا واحد اتنين واحد ثلاثة واحد أربعة واحد خمسة ليه مش تريه واحدة ليه ما هوش واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة أقول لك لأ لازم تعي تماما أن الوحدة تتكون من مخرج أو أكثر من مخرج أنا بتكلم دلوقتي على مخرج واحد مخرج واحد ده اللي هو أدي مخرج واحد مخرج واحد مخرج واحد مخرج واحد يبقى أنا بتكلم في مخرج واحد بس مخرج واحد ده هو مجموعة معايير ليه كم معيار خمس معايير أدي المعيار الأول أدي المعيار الثاني أدي المعيار الثالث أدي المعيار الرابع أدي المعيار الخامس يبقى هنا يلزبني أن أنا أأكد على حاجة أبنائي وبنات بأكد على إيه بأكد على أن المخرج يشتمل على مجموعة معايير زي ما أنتوا شايفين قدامكم على الشاشة هذه المعايير بتكون خمس معايير أول معيار اللي هو يتبع معايير السلامة والصحة المهنية عند تسميد الأرض عضويا قبل الزراعة يبقى ده المعيار الأول المعيار الثاني يعد قومة الكمبوست بشكل آمن طبقا للمواصفة وكلمة كومبوست قلنا عبارة عن السماد العضو الصناعي الناتج من تحلل البقايا المزرعة زي ما حنتعرف بعد كده بالتفصيل معيار ثلاثة يضيف الأسمدة العضوية للأرض بشكل متجانس بالكمية المناسبة حسب نوع الأرض ونوع المحصول أربعة معيار أربعة يضيف الكمبوست للطربة بشكل متجانس بالمعدل المناسب حسب نوع الأرض والمحصول خمسة اللي هو آخر معيار من مخرج واحد ينفذ التسميد بالأسمدة الخضراء في الموعد المناسب وفقا لنوع الأرض وموعد الزراعة المحصول هنا أبنائي وبنادي أنا بنأكد عليكم على معلومة مهمة جدا أن في عندي أنا حطيت كلمة كده بلون مختلف عن باقي العبارة الجملة ده هي فيها كلمة هي اللي هي عندها طبقا حسب أو وفقا كل دي عبارة عن شرط من شروط آدائك للمهارة علشان كده بنقول معايير الآداء هو عبارة عن أنه هو فعل أنت بتكلف بعمله أو مهمة بتكلف بعملها هذه المهمة بتكون مشروطة مش أي مهمة أنت بتقوم بها وبأي طريقة لا 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 إحنا دلوقتي بنشتغل في منظومة اسمها منظومة الجدرات يبقى أنت لازم تكون عندك المعلومات التي تؤهلك على آداء المهارة وفق معيار الآداء أو وفق معيار الآداء حسب مخرج التعلم اللي أنت بتدرسه لما نيجي نتكلم على المخرج اتنين مخرج اتنين له ست معايير بصوا كده أبنائنا وأبنائتنا هناك كان في الصلاة اللي قبل كده ده ايه ده كان واحد دلوقتي بقى اتنين ليه اتنين لأننا بتكلم على مخرج ايه بتكلم على مخرج اتنين يبقى لما نيجي كده خد بالك معايا على المعروض قدامك اتنين واحد يبقى اتنين معيار واحد مخرج اتنين له كم معيار له ست معايير من واحد إلى ستة لما نيجي نتكلم على أقول كلمة اتنين يبقى المقصود به لأننا بتحدث معاك في مخرج اتنين اللي هو يسمد الأرض بالأسمدة الكيموية وهذا المخرج له ست معايير المعيار الأول يتبع معايير السلامة والصحة المهنية عند تسميد الأرض كيمويا المعيار الثاني اللي هو يتكتب كده اتنين اتنين يعني مخرج اتنين معيار اتنين يحدد أنواع الأسمدة اللازمة حسب نوع المحصول اتنين تلاتة اللي هو معيار تلاتة مخرج اتنين معيار تلاتة يحسب كميات الأسمدة المختلفة لنوع الأرض والمحصول حسب تركيز العنصر الفعال معيار أربعة يضيف أسمدة العناصر الكبرى وفقا للتوصيات معيار خمسة يضيف أسمدة العناصر الصغرى بالتركيز المطلوب وفي الوقت المناسب معيار ستة يستخدم آلات التسميد حسب نوع السماد بطريقة سالمة وآمنة يبقى هنا هذه هي معايير التي يحتويها مخرج واحد والمعايير اللي بيحتويها مخرج اثنين يبقى لما ننتقل مع بعض كده لأشراية اللي جاي نبدأ نتكلم على أول واحد اللي هو مخرج واحد اللي هو يسمد الأرض بالأسمدة العضوية أبنائي وابنات لاحظ وركز معايا ركز أولا إن احنا هنا بنتكلم على إن احنا بنراجع علشان هندخل في التقييم بعد كده أنا عايزك تعتمد على إن الحلقة ده هي تغنيك عن جميع الحلقات السابقة وتبدأ تركز معايا علشان تروح جاهز للتقييم أما نيجي نقول مخرج واحد نسمد الأرض بالأسمدة الكيموية قلتلكوا أبنائي وابناتي هذا المخرج يشتمل على خمسة معايير من واحد إلى خمسة وواحد ده اللي هو رقم المخرج نأخذ أول معيار اللي هو يتبع معايير السلامة والصحة المهنية عند تسميد الأرض عضويا قبل أزرع أنا يلزمني أقول أبنائي وابناتي كلمتين سقيرين قبل ما نستعرض معاك هذه الشرائح اللي هو يتبع معايير السلامة والصحة المهنية عند تسميد الأرض عضويا قبل أزرع هو إيه المطلوب منك أو ما هو ما يجب عليك اتباعه عند القيام بأي عملية زرعية يجب عليك أن أنت تقوم بهذه العملي أو بهذه وفق المهارات أو وفق معايير الألاء ولكن مع اتباع معايير السلامة والصحة المهنية اللي هي بتهدف إلى السلامة أولا لأن معايير السلامة والصحة المهنية لا بد أن يكون شعارك السلامة أولا لا تؤدي ليش آداء يعرضك للخطر لا تؤديش آداء يكون ما هوش مرتب على حسب أو وفق معايير الآداء لا لازم تكون عندك مفهوم أساسي وهو أن قواعد السلامة والصحة المهنية تهدف إلى السلامة أولا طيب ما هي أهداف السلامة والصحة المهنية يقولك أهداف السلامة والصحة المهنية بتكون عبارة عن حماية العاملين حماية المعدات حماية الخامات والمنتجات حماية البيئة وده كلام مهم جدا 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 لأن احنا قلنا دلوقتي أن أنت لما بتؤدي مهارة معينة لابد أن تؤدي مهارة معينة وفق هذه النقاط المهمة جدا أولا حماية حماية العاملين اتنين حماية المعدات ثلاثة حماية الخامات والمنتجات أربعة حماية البيئة اللي أنا موجود فيها يبا إذن أنا تكلمت على قواعد الصحة والسلامة المهنية ودي شيء أساسي عندك في جميع الوحدات لابد أنك تعيه خالص خالص وتأكد عليه جدا جدا وهو أن الصحة والسلامة المهنية تهدف إلى السلامة أولا وتهدف إلى حماية العاملين وحماية المعدات حماية الخامات والمنتجات حماية البيئة نجد نتكلم على ما هي خطوات اتباع قواعد الصحة والسلامة المهنية عند تسميل الأرض أول خطوة يستخدم وسائل الحماية الشخصية تبعا لقواعد العمل بالمزرعة اتنين يتأكد من سلامة أدوات التسميد قبل الاستعمال ثلاثة يستخدم أدوات التسميد طبقا لقواعد الأمن والسلامة أربعة ينظف أدوات التسميد بعد الاستعمال يبقى هنا أبناء وبناتي لابد أن أنت لما تخضع للتقييم في أي وحدة لازم قبل أن تؤدي المهارة تتبع قواعد السلامة والصحة المهنية اللي هي قدامك في خطوات اللي هي استخدام وسائل الحماية الشخصية ولو ما استخدمتش ده يبقى أنت غير جدير ويبقى أنت ناقص عندك جانب مهم جدا لازم تكمله علشان تبقى طالب جدير لبقى واحد من اتباع قواعد الصحة والسلامة المهنية يستخدم وسائل الحماية الشخصية تبعا لقواعد العمل بالمزرعة اتنين يتأكد من سلامة أدوات التسميد قبل الاستعمال ثلاثة يستخدم أدوات التسميد طبقا لقواعد الأمن والسلامة أربعة ينظف أدوات التسميد بعد الاستعمال نيجي نتكلم على أو نبص مع بعض كده على الصلاة اللي موجود قدامك ده الصلاة ده هو تبيدي لك معرفة كده عامة أو بيعرض لك بعض الأدوات والتجهيزات اللي هو انت المفروض تستعين بيها أثناء عملك في المزرعة أو أثناء أدائك للمهارة على حسب نوع المهارة اللي انت بتؤديه على العموم جميع المهارات اللي هي انت مطالب انك تقيم فيها لا بد أن تكون متابعا لقواعد السلامة والصحة المهنية أنا عندي هنا أديك لارس أنا عندي هنا أفرول عندي هنا نظارة تقييك عندي شنطة إسعار عندي حزاء يحمي قدمك عندي ملابس واقية كل ديت عبارة عن مجموعة من الأدوات التي يجب أن تتبعها أو يجب أن تتخذها قاعدة من قواعد اتباع السلامة والصحة المهنية عند القيام بالعمل في المزرعة تاني حاجة حاجة مهمة جدا جدا هي أنا حبيت أعرض عليك الصلاة الدهوت عشان تشوف ايه اللي قدامنا ده ده الأفرول والقناع اللي انت بتلبسه أثناء القيام بعملية الرش أو استخدام المبيدات علشان تحمي نفسك من خطر المبيدات حتى لو بتستخدم أسمدة لابد في استخدامك للأسمدة أنك انت تكون واعي وتكون فاهم أن إجراءات السلامة والصحة المهنية ديت مهمة جدا جدا لكم أبنائي وبنات حب أنا أكد على معلومة مهمة جدا جدا في قواعد اتباع الصحة والسلامة المهنية هو إحنا ليه بنأكد عليها إحنا قلنا أن قواعد الصحة والسلامة المهنية بشعارها السلامة أولا بتكون سلامتك أولا وأدائك للمهارة يابد أن تؤديها بحسب وفق معايير الأداء بمعنى لو إحنا بنستخدم أسمدة يقول لي يا سياس طب هالأسمدة ديت ما هياش سمة ما تحتويش على مادة سمة أقول لك لا الأسمدة الكيموية إذا دخلت عينك أو لمسة البشرة بتاعتك قد تؤدي إلى إصابتك ببعض الأمراض وبعض الأمراض الحساسية أو أمراض الرمض وبالتالي هنا مطلوب أن أنا يكون عندي نظارة علشان تقيني طيب كمان حاجة الحزاء الوقت إنما ألبس حزاء علشان يحميني أنت بتماشي في أرض زرعية الأرض الزرعية ديت حدش عارف أنت بتماشي فيه ما تعرضش نفسك للخطر يبقى هنا كمان حاجة أفرول اللي هو مطلوب جدا أنك تلبسه علشان تؤدي العمل بتاعك وأنت متبع لقواعد الصحة والسلامة المهنية يبقى هنا ما نجي نتكلم على قواعد السلامة والصحة المهنية مطلوب جدا جدا في جميع الوحدات حينما تخضع للتقييم أنك تكون متبعا لهذه القواعد علشان سلامتك وعلشان تؤدي هذه المهارات وفق معايير الأداء وتكون طالب جدير طب لو أنا بنستخدم أسمدة عضوي وأنا قلت لك الأسمدة العضوية ديت غير سم ولكن هنا مطلوب أنك تتبع قواعد السلامة والصحة المهنية يعني لما تيجي تنصر السماد تمشي عكس الريح ولا مع الريح طبيعي طبعا أن تمشي مع الريح علشان يساعدك على توزيع السماد لأنك لو مشيت عكس الريح ممكن جدا الغبار وبعض الأسمدة المتطيرة في الهواء تدخل عينك وتسبب لك أمراض أو تلتسق بجسمك وتسبب لك بعض الأمراض الحساسية هنا يبقى مطلوب جدا أن إحنا نتبع قواعد السلامة والصحة المهنية بتهيألي كده إحنا وفينا هذا المعيار حقه علشان لما تخضع للتقييم تكون طالب جدير فيه وبنأكد عليك تاني قبل ما ننتقل للمعيار التاني اللي هو يعمل كومة الكمبوس بنقول لك أن اتباع معايير السلامة والصحة المهنية أو قواعد السلامة والصحة المهنية وحدة مهمة جدا 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 تسبق أداء أي مهارة نجي نتكلم بعد كده على المعيار التاني اللي هو موجود قدامكم أبنائنا وأبناتنا اللي هو يعدي كومة الكمبوس بشكل آمن طبقا للمواصفات القياسية طيب هو إيه الكمبوس الكمبوس ده اللي هو عبارة عن السماد العضوي النادج من تحلل بقايا النباتات الموجودة في المزرعة وقلنا إن هذه البقايا الموجودة في المزرعة بتشكل للمزارع عبء كبير جدا جدا يبقى أنت كمهندس زراعي وكطالب حصلت على دبلوم المدارس السنوية الزراعية منظومة الجدارات لازم تكون عندك من الوعي القدرة على إنك تستفيد من جميع المخلفات الموجودة في المزرعة والتي تشكل عبءا على المزارع لكي تحولها إلى كومبوس أو إلى سماد عضوي صناعي يبقى السماد العضوي صناعي عبارة عن إيه؟ مخلفات المزرعة سواء كانت مخلفات نباتية بقايا محاصيل حشائش تبن أحطاب كل دي عبارة عن ما يشكل لك المخلفات النباتية كلها اللي هي بتدخل في عمل كومة الكمبوسط يبقى زي ما احنا شايفين أبنائنا وبناتنا إحنا ممكن نعمل أش القرز أيوة طبعا ممكن نعمل أش القرز كومبوسط ممكن نعمل الحشائش الخضرة طبعا ممكن الحشائش الخضرة تدخل معاي أوراق الأشجار ورد النيل أحطاب الزرة والقطن والسمسم جميع الأحطاب التي تنتج من المزرعة عرش الفول السوداني العرش اللي هو إيه؟ اللي هو بقايا المجموعة الأخضر بعد سرد السمار منه أو بعد الحصول على السمار منه يبقى عرش الفول السوداني والخضروات أوراق الموز وسيقانه مصاصل أصب اللي جماعة بتوع الوجه الإبلي عندهم مصاصل أصب بشكل لهم مشكلة كبيرة جدا يبقى أنت حضرتك ممكن تستفيد من المنتج السنوي ده اللي بشكل عبء كبير جدا جدا مع أفرع الأشجار مع أوراق الموز وسيقانه مع عرش الفول السوداني والخضروات مع أحطاب الزرة والقطن مع ورد النيل إذا وجد أورد النيل وبدأ بشكل عبء كبير جدا على المزارع في المجاري المائية لأنه بيستنفس كمية كبيرة من المياه وكمان بيعوق سير المياه في المجاري المائية إلى جانب أن أنا ممكن أدخل معايا أوراق الأشجار والحشائش الخضراء وأش الرز كل ديت عبارة عن مكونات كومة الكمبوست نحن نتكلم بعد كده على إزاي أو خطوات عمل كومة الكمبوست أبنائي وبنات زي ما تشايفين الموجود قدامي ده إيه؟ ده مجموعة كبيرة من المخلفات هذه أشرز هذه أحطاب الزرة وفيه أحطاب تانية وفيه تحتها حشائش كثيرة جدا وفيه بقايا محاصيل هذه هي المخلفات النباتية الموجودة في المزرعة والتي تشكل عبء على المزارع يبقى إحنا هنا بندور كل هذه المخلفات وبنصنحها زي ما أنت شايفه المزارع هذه كومة من المخلفات الموجودة ورعا أش الرز الموجود عنده والراجل حاطط عليه مجموعة أو كمية من الحشائش هذه الكومة ممكن أنا أدورها إلى كومبوست وممكن أصنع منها كومبوست وانتج منها كومبوست وده منتج عضوي عالي القيمة الغذائية طيب ثالث خطوة أعمل إيه إضافة الخليط المنشط طيب الخليط المنشط ده عبارة عن إيه عبارة عن 15 إلى 30 كيلو سلوفات نشادر 3 إلى 5 كيلو جرام سوبر فوسفات 100 كيلو جرام سماد عضوي لحظوا أبنائنا وبناتنا أن اللي احنا بنتكلم فيه ده شيء غير مكلف خالص يعني أنت ممكن تعتبره مشروع زراعي صغير يمكن أن تقوم به يبقى قبل من سيبك عب أن أنا أكد بعاك على معلومة مهمة جدا أن عمل الكومبوست لا يشكل بالنسبة لك عبء مادي خالص لأن أنت بتاخد مخلفات المحاصيل الشرز والمخلفات الموجودة عند المزارع اللي هي موجودة في المزرعة والتي تشكل عبءا كبيرا عليه هذه المخلفات الزراعية بتشكل عبء كبير على المزارع فأنت بتجمحها وتضيف عليها المخلوط المنشط هذا المخلوط المنشط يتكون من سلوفات النشادر صوبر فوسفات وسماد عضوي متحلل طيب الخطوة اللي بعد كده أولادنا وبناتنا خطوة اللي بعد كده إن أنا أرطب هذه المخلفات بالمية بعد إضافة المخلوط المنشط زي ما أنت شايفين أبنائنا وبناتنا يتم ترطيب هذه الكومة بالمية زي ما أنت شايفها هو الراجل بدأ يرطبها بالمية وبعد ترطيبها بالمية يتم تقلبها بواسطة أي وسيلة لو كان كومة كبيرة جدا بقلبها بواسط لولر كده لو كومة صغيرة بممكن أقلبها باستخدام أدوات يدوية عادية يبقى التقليب ثم تترك بعد كده فترة من الزمن حتى تتحلل وهذا الناتج اللي موجود قدامك ده أبنائنا وبنا عشان تعرف الفرق ما بين السماد العضوي أو الكمبوسط المتحلل الناضج والغير ناضج هنا سماد عضوي غير ناضج غير متحلل ما اكتملش تحلله طيب ما للمتحلل شكله إيه؟ المتحلل بيبقى أخذ اللون ده ويبقى تام التحلل يبقى هنا في فرق ما بين السماد العضوي المتحلل والسماد العضوي الغير كامل التحلل لأنه مهم جدا أنه أنا ما استخدمش السماد العضوي إلا بعد أن يكون تام التحلل لما نيجي نتكلم أبنائنا وبابنتنا على أهمية هذه المهارة آدي كمية الأسمدة وكمية الحشائش الموجودة والمخلفات الموجودة في المزرعة والتي تشكل عبق كبير جدا شوف تحولك ليه؟ أنا حبيت أعرض عليك السورطين قبل وبعد شوف قبل التحلل كمية كبيرة جدا من الأش بتسبب للمزارع إزعاج كبير وممكن جدا زي ما أنا قلت أن المزارع المصري يفكر في التخلص منها بإيه؟ أو أسهل يولع فيها أما ليه؟ الحرق دي بتشكل كوارث وبتسبب مشاكل كبيرة جدا في المجتمع وفي البيئة بتاعتي بتسبب تلوث كبير جدا وإحنا بنناشد أبنائنا وبناتنا ومزارعينا أن إحنا نبتعد تماما 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 عن أن إحنا نتخلص من هذه المخلفات بالحرق وندورها أو نعمل لها عملية تدوير إلى منتج مهم جدا عالي القيمة الاقتصادية اسمه الكمبوست أو السماد العضوي الصناع يبقى من هنا بنتكلم على أن هذا المنتج الثانوي الذي يشكل عبء كبير تحول بتكلفة بسيطة جدا 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 إلى منتج عالي القيمة الاقتصادية وعالي القيمة الغذائية لما نيجي نبص على المعيار التالت من المخرج الأول اللي هو يسمت الأرض بالأسمدة العضوية ولكن قبل من انتقل إلى هذا المعيار بأكد على أن أنا عندي معيارين اتنين المعيار الأول اللي هو يتبع معايير السلامة والصحة المهنية المعيار التاني اللي هو يعمل كومت كومبوست وقلنا أن اتباع معايير الصحة والسلامة المهنية مهمة جدا جدا وعرضت عليه في بعض الملابس الواقية وبعض الأدوات التي تعينك على اتباع معايير السلامة والصحة المهنية وفي أدائك لأي مهارة أنت بتطالب بأدائها يبقى اتباع قواعد السلامة والصحة المهنية لابد أنك تتبع في أداء المهارة حتى يكون شعارك الصحة أو السلامة أولا وحتى يكون في مأمن أثناء أدائك للمهارة اللي أنت بتؤديها لأن احنا قلنا أن اتباع معايير قواعد السلامة والصحة المهنية يكون عبارة عن هدف منه حماية العاملين حماية الأدوات وحماية المنتجات يبقى هنا بنتكلم على المعيار الأول وهو اتباع قواعد الصحة والسلام المهنية اتنقلنا بعد كده أبناء وأبناتي إلى المعيار الثاني من مخرج واحد اللي هو يعد كومة كومبوست وقلنا أن كومة الكومبوست عبارة عن الناتج من تحلل جميع مخلفات المزرعة من تبن أو محطاب زرع شامية أو أحطاب أطن أو أحطاب فلسوداني أو أحطاب ضوار الشمس جميع المخلفات اللي هي بتشكل أو أشو الرز أو فروع أشجار أو حشائش خضراء أو ورد النيل كل هذه المخلفات بتشكل على المزارع عبء كبير جدا 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 يتم التخلص منه وتدويره إلى منتج عالي القيمة الاقتصادية اللي هو اسمه الكومبوست واللي أنا قلته وشرحت ووضحت لك وانت كده اكتسبت مهارة تدوير هذه المخلفات إلى ما يسمى بالكمبوست عن طريق إعداد كومة الكمبوست بخطواتها إننا بنجمع كل المخلفات الزراعية ثم تضاف لها المخلوط المنشط اللي هو عبارة عن سلوفات النشادر 15-30 كيلو جرام سوبر فوسفاتي الكاسم 5-10 كيلو جرام إلى حوالي 100 كيلو جرام من السماد العضو المتحلل يتم تقليب كل هذه المكونات تقليب جيد ثم ترطبها بالماء وتترك فترة من الزمن حتى تمام التحلل وبكده يبقى أنا دورت المنتج الثانوي اللي بيشكل عبء كبير جدا على المزارع إلى منتج أساسي ورئيسي يسمى بيئة الكمبوست أو السماد العضوي الصناعي لما له من أهمية كبيرة جدا للطربة الزراعية خاصة الأراضي الرملية الفقيرة لأننا من ضمن التوصيات الفنية حينما يتم زراعة الأراضي الفقيرة أو الزراعات الرملية بنقول لك لازم تضيف لها سماد عضوي أو كومبوست ليه؟ علشان يحسن من خواص الطربة ويرفع من قدرة الطربة على الاحتفاظ بالماء والعناصر الغذائية طب أنا ما بطفوش غير أرض الرملية بغض لا ممكن أضيفه طبعا مش ممكن ده أكيد أن أنا بضيفه للأراضي القديمة يغم أن هي أراضي خصبة ولكنها بيرفع من قصوبتها وبيحسن من خواص هذه الأراضي وبيحسن من قوام وبناء الأراضي القديمة ننتقل مع بعض أبناء وبناتي إلى المعيار الثالث اللي هو موجود قدامك ده اللي هو يضيف الأسمدة العضوية للأرض بشكل متجانس بالكمية المناسبة حسب نوع الأرض ونوع المحصول طبعا السماد العضوي نحن قلنا عبارة عن ناتج مخلفات الحيوان إذا كان سماد بلدي أو ناتج تحلل بقايا المخلفات الموجودة في المزرعة ويبقى سماد عضوي صناعي أو كومبوست نجي نتكلم على توزيع السماد البلدي إذا كان سماد بلدي ناتج من مخلفات الحيوان بنحطه كده في صورة كومات ثم يتم توزيعه بعد كده بشكل متجانس على الأرض الزراعية علشان خاطر نضمن أن جميع أجزاء الأرض حصلت على القدر الكافي من السماد العضوي دي الجزء اللي هو تم التعامل معاه والجزء الثاني ده اللي هو لسه مش التعامل معاه يبقى أبناء وبنات لازم يكون عندك معلومة مهمة جدا علشان لما تيجي تؤدي هذه المهار أو تخضع لهذا المعيار اللي هو يضيف السماد البلدي أو الأسميدة العضوية يبقى لازم في إضافة السماد العضو تلاحظ أنه يجب أن يكون موزعا توزيعا منتظما على جميع أجزاء الطربة ليه؟ علشان خاطر يبقى كل الطربة خدت حقها من العناصر الغذائية وما يبقاش في تفاوت في نمو المحاصيل المنزرعة بعد التسميد بالأسميدة العضوية طيب ممكن أسمد وممكن أوزع السماد العضوية آليا آه زي ما أنت شايفه هوت دي آلة توزيع السماد العضوية بشكل آلي مش يده وخالص آدي مقطورة موجود فيها كمية السماد العضوي وآدي جرار بشغالها بتنتقل الحركة من الجرار إلى المقطورة بأي وسيلة من وسائل نقل القدرة وبيتم هنا هوت نسر السماد العضوي زي ما أنت شايفين على الأرض الزراعية بانتظام وبشكل منتظم ثالث الرابع معيار اللي هو يضيف الكمبوست للطربة بشكل متجانس بالمعدل المناسب وقلنا أن إضافة الكمبوست يخضع إلى نفس المعيار بتاع إضافة السماد البلد يجب أن يضاف الكمبوست بشكل متجانس على جميع أجزاء الطربة علشان كده بجيب لك العرض ده تاني أو الصلاة الموجودة قدام ده تاني علشان تعرف أن أنا بضيف الكمبوست بنفس طريقة إضافة السماد البلدي أو الأسمدة العضوية ويجب أن يكون متجانسا أو يجب أن يوزع توزيع متجانس على الأرض الزرعية آخر معيار ينافذ التسميد الأخضر أو ينافذ التسميد بالأسمدة الخضراء في الموعد المناسب وفقا لنوع الأرض وموعد زراعة المحصول ولكن قبل أن نستعرض هذه الشريحة أبناء وبنات لازم أنا أأكد عليك إيه هو السماد الأخضر؟ ما هي محاصيل الأسمدة الخضراء؟ وإيه هو التسميد الأخضر؟ التسميد الأخضر هو عبارة عن زراعة محاصيل معينة يفضل أن تكون محاصيل بقولية ويفضل أن تكون هذه المحاصيل محاصيل غضة ثم يتم حرثها في الأرض أو دفنها في الأرض باستخدام محاريس معينة من أجل تحللها وزيادة محتوى الطربة من المادة العضوية أو الدبان تمام يبقى هنا لما أجل أتكلم وأقولك إيه هو التسميد الأخضر؟ تقولي التسميد الأخضر هو عبارة عن تسميد المقصود منه استخدام محاصيل معينة في الأرض أو حرثها في الأرض ودفنها أو قلبها في الطربة بغرض زيادة محتوى الأرض من العناصر الغذائية أو الدبال أو تحسين خواص الطربة بكده يبقى أنت طالب جدير وأنك أنت طالب فاهم وواعي بأن معيار استخدام الأسميدة الخضراء فيش حاجة اسمها سماد أخضر لا فيه السماد الأخضر هو أن أنا بزرع محصول بغرض أن أنا نحرته في الأرض اللي يتحلل في الأرض ويزيد محتوى الطربة مما تحتويه من دبال أو من مادة عضوية بغرض رفع خصوبة الطربة أو زيادة كفاءة خصوبة أو زيادة كفاءة الطربة أو تحسين خواص الطربة الفيزيائية أو الفيزيقية والكيميائية يبقى هنا التسميد الأخضر معناه أننا بنزرع محصول ما هذا المحصول يفضل أن يكون من المحاصيل البقولي ويفضل أن يكون محصول من المحاصيل الكسيفة لأنه ما ينفعش أننا نغفل هذا المعيار محصول كسيف محصول بقولي ويتم حرصه في الأرض وقلبه في الأرض في عمره معين تقولي الله هو ده معيار مهم أقولك معيار مهم جدا ليه يا باش مهندس لأنه أنا لو زرعت هذا المحصول بغرض التسميد الأخضر وطرقته فترة معينة أكبر من المفروض الفترة المسلى لحرصه في الأرض هيتخشب طب ونتيجة التخشب هيحتاج إلى وقت طويل للتحلل طب هنا الوقت ده حيؤثر على نمو المحصول طبعا هيؤثر على نمو المحصول ليه؟ لأن هناك عمليات كيميائية تتم في الطربة والعمليات دي مهمة جدا تتناولها في برامج تانية ولكن أنا بنوى عليها أنه هو أثناء التحلل تنطلق طاقة وينطلق سأنكسود كربون يبقى أنا لو زرعت التقاوي في الأرض بتاعتي قبل تمام تحلل المحصول اللي هو بيستخدم كاسمات أخضر يبقى النتيجة إيه أبناء وأبناتي ها فكروا كده النتيجة إيه؟ نتيجة طبعا سلبية التقاوي اللي أنا بزرحها علشان تنبت وتديني محصول يؤدي انطلاق سأنكسود الكربون الناتج أثناء تحلل المحصول الأخضر وتحول إلى دوبال أو مادة عضوية إلى اختناق هذه أو اختناق الجنين وعدم نمو وعدم إنباته يبقى هنا مطلوب جدا جدا إنك تعي التوقيت المناسب الذي يجب أن تحرس فيه المحصول اللي أنت زرعته علشان تعمله كاسمات أخضر أو تستخدمه كمحصول سمات إيه؟ سمات أخضر يبقى التوقيت مهم أيوة مهم طب نوع المحصول مهم؟ نوع المحصول مهم إن أنا المفروض أستخدم محاصيل بقولية حاصيل كسيفة حاصيل تحرص في إيه؟ في عمر معين نرجع بقى مرجونا علشان خاطر نأكد على المعلومة ديت ووريك إزاي المحصول الأخضر بيتحرط في الأرض أنا قلت لك إن المعيار الموجود قدامك ده اللي هو ينفذ التسميد الأخضر في المعاد المناسب وفقاً لنوع الأرض وموعد الزراعة يبقى نوع الأرض ده حيث كان أرض رملية أو أرض صفراء أو أرض طمية المهم هنا بالنفذ التسميد الأخضر في الموعد المناسب وفقاً لنوع الأرض وموعد الزراعة زي ما أنتو شايفين أبنائنا وأبناتنا هذا المحصول اللي موجود قدامك أهوة ده نموذج لمحصول البرسيب أو كمحصول سماد أخضر تقول لي الله يعني أنا هنحرط المحصول ده في الأرض آه هنحرط المحصول طبعاً أنا هستفيد إيه أستاذ ما أنا كده أخسرت أقول لك لا ما أخسرتش ده إنت أصلاً زرعه لغرض حرصه في الأرض ودفنه في الأرض حتى تزيد من محتوى الأرض من الدبال أو المادة العضوية يبقى الهدف منه أنه هو يحسن خواص الطرب يبقى ده محصول هذا عمر وهذا عمر دين خذ بالك بقى لو أنا بسألك وإنت واقف معايا في أرض الجدارات أثناء تقييمك وعندك محصول بش في العمر ده ومحصول في العمر ده وبقول لك إيه ألا أيهما يناسب كمحصول سماد أخضر عايز أحرط قطعة من قطعتين دولت يا دي يا دي حتقول لي إيه تقوم تفكر وتأكد على نفسك المعلومة تقول آه ده لازم المحصول بتاعي يبقى في عمره مناسب علشان لا يعيق عملية الحرط لأن هنا ما ينفعش أننا نحرط المحصول ده هو أثناء قلبه في الأرض أو أثناء حرصه هيؤدي إلى حدوث مشاكل أثناء عملية الحرص يبقى المفروض أنا أحرط إمتى والمحصول في العمر ده أو يزيد بقليل بعد كده بعمل إيه بعد كده بنحرط المحصول في الأرض زي ما أنتوا شايفين أبنائنا وبناتنا في الصلاة المعروض قدامكم آدي محرات أهوت ده محرات إيه ده محرات ألاب بيعمل إيه بيدفن المحصول في الطربة زي ما أنتوا شايفة هوت آدي الأرض هي خضرة هيت وآدي الجرار ماشى هوت بيقطع جزء من الأرض ثم يقلبها وبالتالي بيؤدي إلى دفن بصوا كده بصوا أبناء وبناتي ها بص ركز معايا آدي المحصولة هو محصول السماد الأخضر هو مزروع أوت في بقية أرض المساحية وآدي المحرات المترحي أو المحرات الألاب بيقطع بوسط الجرار وبيتم قطع جزء من الأرض وقلبه لدفن هذا المحصول الأخضر أو النبات الأخضر في الأرض زي ما أنت شايفها هو بين كده محصول أخضر مش باين خالص ما فيش نباتات باين طربة ليه؟ لأن أنا دفنته في الطبقة تحت السطحية أو الطبقة اللي هي تم قطعها بوسط المحرات أو بوسط المحرات المطرحي أو الألاب ودفنه في الطرب طب ده إيه؟ ده برضو بيتم حرس هذا المحصول الأخضر أو بوسط محرات تاني اسمه المحرات القرصي طب ممكن أستخدم المحرات الحفار؟ طبعا ممكن أستخدم المحرات الحفار على حسب نوع المحصول ومساحة العرش الأخضر أو النباتات الخضراء اللي أنا بحرتها يبقى هنا أبناء وبنات لاحظ أن التسميد الأخضر هنا أنا زرعت المحصول بهدف أن أنا هستخدمه في حرصه في الأرض لدفنه ليتحول إلى مادة عضوية زي ما أنتوا شايفين كده بعد كده بنتكلم على تسميد الأرض بالأسمدة العضوية إزاي أنت حتيب إيه اللي أنت مطالب بيه في التقييم بعد ما استعرضنا الخمس معايير ده هم يجب أنك أنت تعي تماما المطلوب منك أثناء التقييم أنا خلاص خطت المخرج الأولان اللي هو يسمد الأرض بالأسمدة العضوية وخدت معاييره الخمس معايير اللي هو يتبع معايير السلامة والصحة المهنية وقلت يổد قومة الكمبوست يسمد الأرض بالأسمدة البلدية أو الأسمدة العضوية يسمد الأرض بالكمبوست ثم يستخدم التسميد الأخضر دي المعايير بتاعته المخرج طب أنا حأخضع للتقييم بقى إيه المطلوب منك أبنائي وبناتي مطلوب منك أدل التعلم طب أدلة التعلم دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن إما أن تكون بطاقة مراجعة منتج أو بطاقة ملاحظة أو دليل تساؤل بطاقة مراجعة منتج لو أنا عندي منتج موجود قدامك وبقولك لو سمحت قيم لي هذا المنتج يبقى دي بطاقة مراجعة منتج طيب بطاقة ملاحظة إن أنا أكلفك بآداء مهارة أو مهمة أو معيار أو وفقا لمعايير الأداء معينة هذه المهارة لها خطوات ونبدأ نتابعك زي بالضبط إيه؟ أما أجأ أقول يعد كومة كومبوست أقولك تعالى يا باش مهندس تعرف تعملي شوية الأش دولت تديني خطوات تحولهم إلى كومبوست تقولي طبعا يا فندم لأ أنا أعرف كويس جدا أن أجمع هذه المخلفات ثم يتم إضافة المخلوط المنشط لها ثم ترطبها بالماء ثم تقلبها وتترك مع الضغط عليها وتترك فترة حتى تمام التحل تمام يبقى أنت كده طالب جدير ليه؟ لأنك أنت نفست خطوات المهارة زي ما أنت تعلمتها يبقى دي بطاقة اسمها إيه؟ بطاقة ملاحظة أن المقيم بتاعك يطلب منك آداء مهارة معينة أو معيار معين ويبدأ هو يتابع قطوات آدائك لهذه الوفق السلوك صحيح لأن هنا الفرق ما بينك وما بين المزارع إيه تم أنت ممكن تجيب مزارع يقولك لا أنا أنا بعرف أعمل حكاية كويس هو تعلمها إزاي؟ تعلمها بالممارسة لكن أنا هنا بعلمك وفق ضوابط وفق معارف وفق علم حديث اسمه علم الجدارات لازم تعي كويس جدا 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 الفرق بين أنك أنت تمارس وتكتسب مهارة أو تكتسب جدارة وبينك أنك أنت تتعلم ويكون لديك المعارف التي تعينك على أداء المهارة بسلوك معين لأن إحنا قلنا أن سلوكك أثناء أداء المهارة بيقطع للتقييم وبالتالي يحكم عليك المقيم إما أن تكون طالب جدير أو غير جدير بعد نستكمل معاك أبناء وبناتنا اللي هي أدلة التعلم قلنا إما أن تكون بطاقة مراجعة منتج لو في عندي منتج قدامك وأنا عايزك تحكم عليه أو بطاقة ملاحظة لو أنا كلفتك أو المقيم كلفك بأداء مهارة معينة وفق معايير أداء معينة وبيبدأ يلحظك أثناء تنفيذك لهذه المهارة من خلال ما يسمى بطاقة الملاحظة أو إما أن يكون بدليل تساؤل يا إما دليل تساؤل شفوي يا دليل تساؤل تحرير هذا هو المطلوب منك أثناء تقييمك لأي وحدة لما نيجي نستعرض مع بعض بقى كده زي ما احنا شايفين على الشاشة ده يلزم تقديم دليل تساؤل في صورة بطاقة ملاحظة أو لجميع المعايير يبقى هنا إحنا بنتكلم على في معايير كل معايير من واحد لخمسة هيتقدم لهم دليل تساؤل وممكن أستخدم دليل تساؤل لمعيار معين يبقى ممكن هنا يكون في معيار أستخدم له دليل ومعيار آخر ما نسبوش الدليل ده وعليه هنا بتتنوع الأدلة اللي إنت هتقدمها وفق ما ورد في دليل المعلم اللي هو المدرس بتاعك هيبدأ يستخدم معاك هذه الأدلة اللي هي بتبرهن وتثبت أنك أنت طالب جدير لأنني أنا قلت لك قبل كده أنك أنت لك ملف إنجاز جميع أدلة التعلم والأدلة الداعمة اللي أنت بتجمحها بتضاف لك في ملف الإنجاز بتاعك علشان خاطر أنت تاخده بعد كده معاك وتستلمه بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني من السنة الثالثة وتبقى حصلت على الشهادة بتاعتك بتاخده ويبقى ده ملف الإنجاز الخاص بيك اللي هو بيثبت أنك أنت اكتست هذا البرنامج بجميع وحداته وبجميع مخرجاته وبجميع معايير يبقى ملف الإنجاز بتحفظ فيه هذه الأدلة يبقى بنرجع تاني لأدلة التعلم اللي هو يلزم دليل أداء في صورة بطائب ملاحظة لجميع المعايير من 1 إلى 5 أو دليل تساؤل في صورة اختبار تحريري بتكلم بقى على هذا النموذج اللي هو موجود قدامكم أبنائي وبناتي اللي هو بطائب ملاحظة للمخرج رقم 1 خلاص بقى انت عرفت أن المخرج الرقم 1 اللي هو إيه يسمد الأرض بالأسمد العضوي طيب المخرج ده مطلوب في بطائب ملاحظة وده اللي هيبقى موجود قدامك أبنائي وبناتي ده جزء من إزاي تتقيم لازم تفهم كويس جدا معايا إن واحد يستخدم وسائل الحماية الشخصية تابعا لقواعد العمل بالمزرعة وإحنا قلنا إن أدوات السلامة موجودة لازم يكون فيها عندك الجوانتي أو الجلاف سيلا بيكون عندك نظارة واقية لازم يكون عندك أفارول لازم يكون عندك حزاء كل هذه الأدوات التي تؤدي إلى سلامتك أثناء أداء المهار يبقى واحد في بطائب الملاحظة يستخدم يستخدم وسائل الحماية الشخصية تابعا لقواعد العمل بالمزرعة يتأكد من سلامة أدوات التسميد قبل الاستخدام يستخدم أدوات التسميد طبقا لقواعد الأمن الصناعي أربعة ينظف أدوات التسميد بعد الاستعمال كل ده همت كل دولة عبارة عن إيبه؟ خد بالك معاي يستخدم وسائل الحماية الشخصية تابعا لقواعد العمل كل ده همت عبارة عن قواعد السلامة والصحة المهنية اللي هو المجموعة الخطوات ده هي كلها بتعتبر قطو واحدة لي يتبع قواعد السلامة والصحة المهنية يبقى قواعد السلامة والصحة المهنية تتمست فيه أن المقيم بتاعك هيقف ويكلفك بمهمة ويشوفك هل أنت بتستخدم وسائل الحماية الشخصية؟ هل بتتأكد من سلامة أدوات التسميد قبل الاستخدام؟ سلامتها يعني إيه؟ يعني تتأكد إنها سليم وصالح تستخدمش أدوات لا تعينك على أداء المهارة بسلوك سليم ووفق معايير الأداء ثلاثة هل أنت بتستخدم أدوات التسميد طبقا لقواعد الأمن الصناعي؟ أربعة هل أنت نظفت أدوات التسميد بعد الاستعمال؟ كل دولة عبارة عن يستخدم قواعد أو يتبع قواعد السلامة والصحة المهنية طيب اتنين يعدي كومة كومبوست بشكل آمن برضو المقيم بتاعك حيبص لك وهو بقى زي ما أنا علمتك يقول لك تعالى أنا عندي شوية أشي عامليني مشاكل أنا عايزك تشوف لي هتصرف فيهم إزاي؟ يقوم إنت بقى تسترجع معلومتك يا طرق أعمل فيهم إيه؟ أحرقهم؟ لا 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 طبعا ده أنا تعلمت في منظومة الجدرات أن المخلفات الموجودة عندي في المزرعة أدورها إلى منتج صناعي هذا المنتج الصناعي اللي هو يسمى بالسماد العضوي وهذا السماد مهم جدا من الناحية الغذائية أو بما يحتوي من عناصر غذائية بعد كده بنتكلم على يضيف الأسمدة العضوية للأرض بشكل متجانس بالكمية المناسبة حسب نوع المحصول الأرض المقيم يجي يكلفك وينظرك ويتابعك ويشاهدك ويلاحظ الأداء بتاعك أثناء إضافتك للأسمدة العضوية للأرض هل أنت بتضيف الأسمدة العضوية بشكل متجانس؟ ولا كده ما انتش فاهم وما تعلمتش حاجة سواء على القناة بتاعتنا أو من الأستاذ بتاعك في مدرستك أثناء تنفيذك للمهارة وتعلمك له تالي أربعة يضيف الكمبوست للأرض بشكل متجانس بالمعدل المناسب حسب نوع المحصول بعد كده ينفذ الأسمدة الخضراء في الموعد المناسب دي بطاقة ملاحظة وأنا هعرضها عليك وبعد كده علشان أذكرك وعلشان أشوف قدرتك على أنك أنت لسه فاكر معايا بطاقة الملاحظة دي للمخرج بالكامل يخد بالك أبناء وبناتي للمخرج بالكامل نيجي بقى نتكلم بعد كده على الأدي شوف بطاقة ملاحظة المدرس بيشوفك بيقولك أنا عندي أشحة أدي الأشحة أعمل فيه أجمع الأشحة مع بعضه أضيف المخلوط المنشط أضاء طبب المية أقلبه نتركه فترة حتى تمام التحالف أداءك للمهارة وفق هذه المعايير يبقى أنت كده طالب إيه طالب جدير نيجي نتكلم على يلزم أداء بطاقة ملاحظة أنا قلت لك حعرضها عليك تاني علشان أشوف مدى قدرتك على التحصيل ومدى قدرتك على الاستفادة بس في شكل مختلف هنا يلزم تقديم دليل أداء في صورة بطاقة ملاحظة لجميع المعايير اللي هم كان معيار سنة أولى اللي هم الخمس معايير اللي إحنا قلنا عليهم خمس معايير للمخرج رقم واحد كل هذه المعايير بنعمل لها إحنا تقييم من خلال ما يسمى بطاقة ملاحظة مجمعة يبقى بنقول بيلحظ المدرس بيكلفك بمهمة وبعدين بيلحظ أدائك ليه أنت بتتبع وسائل الحماية وقواعد السلامة طيب أنت بتتأكد من سلامة الأدوات بتاعتك أثناء العمل بتتأكد من أن الأدوات صالحة بتتأكد من سلامة هذه الأدوات وبعد استعمالك أنت نظفت أدوات اللي أنت استخدمتها دي خطوات مهمة جدا جدا لازم أن تعي تماما أثناء تقييمك أنك أنت تؤديه لأن خلاص أنا كده بنرجع معاك وبنعدك للتقييم والتقييم خلاص في الفترة اللي جاية دي كلها تقييمات يبقى احنا قلنا بطاقة الملاحظة بتكون للمخرج بالكامل للخمس معايير هل أنت بتتبع قواعد السلامة والصحة المهنية طبعا أنت لازم حينما يكلفك الأستاذ بتاعت أثناء تقييمك بالمهمة أو المهارة يبقى هنا أنت لازم تكون متابع له بعد كده يعد كومت كومبوست زي ما أنت شايف كده يعد كومت كومبوست وبعدين يضيف الأسمدة العضوية ثم يضيف الأسمدة الكيموية ثم يستخدم السماد الأخضر بكده احنا نبقوا وقفين على المخرج التاني بعد ما استعرفت معاك أبنائي وبناتي جميع معايير المخرج الأول تفصيلا وعلى مهلنا قوي وعرفنا مع بعض إزاي نخضع للتقييم وإزاي نكتاز التقييم ده بشكل جيد وبنكتازه ونحصل على جدير من أول محاولة يعني أنت عارف أنت لو ما حصلتش على طالب جدير يبقى أنت كده حتخضع للمحاولة تانية بعد أسبوع من المرة الأولى في التقييم ولو ما كتازتش في المرة التانية يبقى حتخضع لبرنامج علاجي ولكن بعد سداد الرسوم معينة وفقا لما تم اعتماده حسب التعليمات وبعد كده لو أنت ما كتازتش برضو في المرحلة التالت يبقى أنت كده طالب غير كدير ويبقى أنت معاك دور تاني نتمنى لكم جميعا التوفيق ونتمنى لكم جميعا أن تكونوا طلبة كأكفاء وجديرين من أول محاولة إلى لقاء آخر استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته